أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم رح أتكلم عن رسالة للمسبيين بس رح أتكلم عن ثلاث تعزيات للمسبيين وطبعاً كلمة الله حية أكيد رح تلمس قلبك وتلمس حياتك أنا بتكلم طبعاً للمسبيين اللي سباهم نبو خد نصر لكن الرسالة هي نفس الرسالة بغض النظر عن الفترة أو الفترة الزمنية خلينا أقرأ بعض الآيات من سفر ارمياء النبي إصحاح 29 من آية 11 مكتوب لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لشر لأعطيكم آخرة ورجاء فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم يقول الرب هذه واحدة من أكتر الآيات اللي بنحب نقتبسها كتير مرات تقتبس بسياق الحديث الخاطئ كتير مرات بنستخدم الآية يمكن لمصلحتنا الشخصية أو لوعود لكن مش مؤسسة على كلمة الله دايما لما بندرس كلمة الله لازم نرجع للسياق التاريخي وأرمياء لمين بيتكلم وعن شو بيتكلم وشو فحوة الرسالة اللي بيتكلم فيها وكيف فهمه الرسالة في عصره في زمانه النبي أرمياء يعتبر واحد من أواخر الأنبياء قبل السبه وكان مشغول جدا أنه يحذر يهوذة المملكة الجنوبية يعني أورشاليم لأن أوردي مملكة إسرائيل أخذت إلى السبه الأشوري سنة 722 قبل الميلاد وعن بيتكلم لأورشاليم عن بيحذرهم وهي هي طبعا الرسالة والفحوة خلال عصر كل الملوك بعض ملوك يهوذة كانوا ملوك كتير كويسين صنعوا المستقيم في عيني الرب مثل الملك يهوشفات الملك حزقية وآخر واحد من الملوك الكويسين كان الملك يوشيا وكتير مرات يعني عدة ملوك في يهوذة كانوا بيعملوا الشر في عين الرب والأصعب أنه كانوا بمارسوا بعض العبادات الوثنية اللي أخذوها من جرانهم ووضعوها في إسرائيل وكانوا بمارسوا الشر والخطية وأنه الله أرسل أنبياء كثيرون يحذر وينذر وإرجعوا للرب لكن مثل ما بنعرف ما يزرعه الإنسان إياه يحصد دايما الإنسان بيحصد ثمن طبعا خطيته وابتعاده عن الرب والنبي إرمياء عدة مرات حذر وأنه السبي البابلي يعني قادم عن قريب والمأساة والمشكلة أنه بالمقابل كان فيه أنبياء كذبة أنبياء مثل ما بيحكي الرب لم أرسلهم أنا كانوا بيتنبأوا لمصالحهم الشخصية كانوا بيتنبأوا بالسلام وكانوا بيتنبأوا بالخير وكانوا بيتنبأوا بالرخاء الاقتصادي وكانوا بيتنبأوا في الازدهار والانتصار وأنه الله رح يحميهم من كل هذه الأمور الله موجود الله حي لكن دايما أحباء إحنا بندفع ثمن خطيانا وارتكابنا في أمور لكن الله مرة تلو الأخرى بحذر بينذر انتبه احذر استعد ولكن كتير مرات إنه الإنسان بحب يعمل ما طبعا ما يحسن في عينيه أو في قلبه وهون أرمية عم بيتكلم للمسبيين والمسبيين هون أحباء خليني بس أعطيكو خلفية تاريخية وإن شاء الله إنه ما بتتعبوا من الخلفيات التاريخية اللي هي صياق الحديث آخر ملك اللي هو كان الملك يوشية صنع ما هو مستقيم في عينين الرب على طول بعد يوشية كان عنده ولد اسمه يهو أحاز وهذا الولد كان شرير جدا حكم لمدة ثلاث أشهر وبعدين جاء فرعون لأنه مصر وبابل كانوا السوبر باورز القوتين العظمة وبيتنازعوا طبعا على أرض فلسطين اللي هي تعتبر ساندوج في الأواصل فجاء الملك فرعون اللي اسمه نخو وسبا أو أخذ يهو أحاز وسبا في منطقة ربلا يعني في منطقة الشمال وبعدين أخذ يهو أحاز إلى مصر وهذا الملك الشرير اللي حكم بس ثلاث شهور مات في مصر على طول ابن يوشية اللي اسمه اليكيم اللي هو غير اسمه فرعون إلى يهو يكيم ويهو يكيم اللي كان بيتنبأ في أيامه كمان أرمي يا النبي لكن للأسف صنع الشر وابتدأ يسمع للكهنة الآخرين بدل ما أنه يسمع لصوت الرب من خلال كلمات النبي أرمي السبي صار على ثلاث مراحل في المرحلة الأولى في وقت يهو يكيم طبعا جاء نبو خد نصر ونبو خد نصر الظاهر انتصر كمان على نخو فرعون مصر وصار يحكم كل البلاد بهاي الفترة جاء طبعا وأخذ طبعا العبيد إلى بابل النقطة الثانية فأيام يهو يكيم طبعا من بعد ما أخذه نبو خد نصر أجى بعده يهو يكيم ابن يهو يكيم وبرضه لم يسمع لم يحضر فجاء نبو خد نصر في هاي الفترة وأخذ يعني سبي كبير أخذ كل الآنية اللي في الهيكل أخذ الرؤساء والكهنة والشرفاء في هاي بسمه السبي الثاني خمسمية وسبعة وتسعين قبل الميلاد ومنهم دانيال وشدرخ وميشخ وعبنغو وشرفاء وكهنة آخرون الفترة الثالثة اللي هو خمسمية وستة وثمانين اللي رفضوا يسمعوا تحذير أرمياء جاء نبو خد نصر ودمر أورشاليم تدميرا كاملا ودمر الهيكل وأخذ السبي طبعا بس ترك بوسطاء الأرض في المنطقة لم يسمعوا لكلام أرمياء لما بيتكلم أرمياء للمسبيين عم بيتكلم للجماعة اللي هم شرفاء يهودة اللي راحوا للسبة وهدولة كتير منهم مؤمنين وعم بيخبرهم أنه يعني it's okay ما تهتموش أنتوا روحوا على بابل عيشوا كمواطنين يعني استوطنوا في هذه البلاد ازرعوا شجر كنوا فاكهة الأرض يعني بيتكلم عن تخطيط للبقاء في هذه المنطقة ابنوا بيوتا اتزوجوا نساء لكن شيء مهم اطلبوا سلامة بابل وأيضا صلوا من أجل التضرعوا من أجل بابل ومن أجل ملك بابل لأنه خيرهم وسلامهم مرتبط في خير وسلام المدينة وهذا طبعا ما تغيرش يعني الله داما بيطالب فينا حتى لو إحنا مكتوب العالم موضع في الشرير وإنه إحنا موجدين في عالم شرير لكن بيتطلب أنه في أي مكان وين نروح دائما نصلي من أجل البلد نطلب سلامة البلد خير البلد والرب يحافظ على البلد وبتعرفوا المهاجرين الكثيرين اللي بيجوا على دول الغرب للأسف في كتير منهم بتمردوا وفي منهم يعني بتصل فيهم درجة الوقاحة في بيعملوا كل الإمكانيات أنه يحاولوا يدمروا البلد يرجعوا البلد كما جاءوا منها يعني كانوا جايين من أماكن مظلمة لكن بيحاولوا أنه يخلوا البلد اللي تأسست وبدل ما أنه يشكر الله على خير البلد وسلام البلد واهتمام البلد بتلاقي بيعملوا أشياء معاكسة ضد البلد لكن أرمياء عم بيحكي للمسبيين أنه الله مش بعيد الله ما نسيكو الله موجود يعني الله بيتكلم عنه هو إله العهد هو عم العهد فمش رح يتخلى عنكو الله هو إله شخصي وهو غير محدود لكن اللي بيتعامل في أورشاليم كمان هو موجود في بابل بيتعامل معكو الدليل منشوف أنه دانيال النبي كان مدرك هذه النبوات وعرف أن هاي النبوات لمدة سبعين سنة مثل ما مكتوب هنا بنفس الإصحاح في آية عشرة لأنه هكذا قال الرب أني عند تمام سبعين سنة لبابل أتعهدكم لأنه هو إله العهد وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء اللي راحوا في السبع الثاني اللي في أيام يهو يقين طبعا هدولة تمتعوا بالبركة والرخاء والازدهار في منطقة بابل لكن الشعب اللي كان موجود في أورشاليم الله أرسل عليه نفس الضربات القديمة الحديثة السيف الجوع والوباء ولما بتدرس تاريخيا عن شو صار داخل مدينة أورشاليم لما جاء نبو خد نصر وحاصرها وأخيرا في سنة 586 هدمها بالكامل أمور لا تذكر يعني فالله حافظ على المسبيين حتى في أرض العدو كان الرب معهم فهون يعني النبي أرمي يعني يعطيهم ثلاثة تعزيات والتعزي الأولى هو السلام السلام هون تتكلم عن البركة الكاملة هولنس تتكلم عن الكلام الكمال هنا سلام فيه من كل النواحي الهدوء الطمأنينة الراحة السعادة البركة الخير الازدهار الثبات القوة من جوه عنده يعني قوة داخلية لأنه في داخله سلام ثم التعزي التاني رجاء واليوم أحبائي في مرض الكورونا كثير ناس فقدت الرجاء يعني في هذا الوضع إلى من تلتجئ تلتجئ إلى الإلحاد أو ديانات اللي ما بتعطيك رجاء والحياة الأبدية مستقبلا ولا بتلتجئ إلى يسوع المسيح مكتوب المسيح فيكم رجاء المجد فاحنا منروح للمسيح اللي هو رجاءنا اللي وعد بالحياة الأبدية ثم بيتكلم عن الخير لأعطيكم آخرة ورجاء بيتكلم عن مستقبل مجيد ومستقبل رغيب فالمسبيين اللي كانوا في أرض بابل هم اللي تمتعوا في هذه البركات في معاصرة لأيام أرمية لكن في كل نبوة إلها طبعا يعني فكر مستقبلي أنه الله رح يرد السبي وفعلا الرب أرجع السبي كمان على ثلاث مراحل بس هاي كانت بعد بابل جاءت مملكة فارس في أيام الفرس الفوج الأول رجع في أيام زارو بابل الوالي ثم في أيام عزرة الكاهن والفوج الثالث في أيام نحمية اللي كان حاكم وكان والي في فارس واللي الله استخدمه أنه يبني أصوار أور شليم وهذا الأصوار من الأمر اللي صدر من ملك فارس اللي بيتكلم عنه في سفر دانيال إلى مجيء المسيح الرئيس هذا كان في سنة 444 قبل الميلاد اللي بيقيوا في أور شليم الرب أرسل عليهم الضربات السيف والجوع والوباء 586 اللي راحوا من قبل الله باركهم وانتعشوا ووصلوا إلى مناصب عالية جدا حتى في مملكة فارس وهذا اندل على شيء بدل أن الله ساهر على كلمته ليجريها هذا اللي بيعجبني في كلمة الله في نبوات يعني ما في كتاب آخر بيتكلم عن عدد النبوات كم هائل من النبوات اللي بتتم أحبائي اندل على شيء بدل على صدق الوحي صدق وحي كلمة الله فالرب هو إله العهد الله هو إله شخصي إلك إليه والله هو كمان إله حي موجود ويجازي الذين يطلبونه أيضا فإذا اللي عاوز أقوله في الختام بغض النظر شو ظروفك وين أنت موجود الله عاوزك تعيش حياة إلى كل المل في كل بركتها في كل متعتها في كل امتيازاتها سواء أنت في السبي أو في الحرية سواء في بلاد ما بتسمح لك تتكلم عن يسوع أو تقرأ في الإنجيل أو في أماكن أخرى فيها شر من نوع آخر بغض النظر معونتنا من عند الرب وحياتنا ومستقبلنا في يد الرب لأعطيكم آخرة ورجاء شيء تاني أحبائي دايما في أي مكان بغض النظر شو نوع البلد حتى لو كانت ضد المسيح صلي من أجل بركة البلد صلي من أجل سلامة البلد صلي من أجل الحكام من أجل الولاء حتى الرب يعطيهم الصحة وحياة هنيئة وحياة حلوة ومن خيرهم وبركتهم كمان إحنا رح نتبارك ويكون سلام وخير لألنا شيء أخير ثق في خطة الله خطة الله محكمة منسجمة لخيرنا ومنفعتنا في كل شيء الله بحول كل الأمور للخير فإذا مخطط الله وتعزيات الله لكل من يشعر أنه مسبه في أرض العدو شاعر أنه ما عندهش قوة يمكن وصل إلى حالة الذل واليأس البركة الأولى السلام والبركة الثانية الرجاء والبركة الثالثة الخير ألم يقل كتاب عن يسوع هو سلامنا والمسيح أيضا رجاءنا رجاء المجد ثم المسيح أحباء خيرنا من خلال المسيح عنا حياة ومستقبل مجيد وحياة أبدية بتنتظرنا بغض النظر وين أنت موجود الله حي عارف ظروفك عارف أحوالك الكلمة الأخيرة لإله مش تاركة كالرب رب عارف ظروفك عارف أحوالك ثق في خطة الله الكاملة وأنا بصلي اليوم أنه تحط حياتك في مخطط الله وبتبتدي هذه الحياة من خلال علاقتك بيسوع المسيح من خلال ما عمله من أجلك تشكره على الخلاص تشكره على الفداء تشكره على موته لأنه في موته أعطاك الحرية من خلال موته اتبررنا وأخذنا السلام من خلال حياته صار إلنا رجاء من خلال القيام صار إلنا رجاء القيامة وأيضا مع المسيح إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي قولوا للصديق خير لا يمنعوا عن السالكين لا يمنعوا عن السالكين بالكمال بيمنع أي خير عن اللي بيسلك في يسوع المسيح بصلي من كل قلبي هذا قرارك بغض النظر وين موجود في أي بلد في العالم الله هو السيد له السيادة الكاملة وإنه كل الأشياء رح تعمل للخير وإنه الأزم اللي بنمر فيها الله بيحولها لخيرك ولبركتك حتى تشوف إنه هو إله السلام إله الخير وإله الرجاء الرب يكون معاك والرب يباركك شكرا لإلكم